اكد سعدة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس السلامة والصحة المهنية ان مملكة البحرين تبدل عظيم الجهود الرامية الى تعزيز الحماية للعمال وقد ساهم ذلك في الارتقاء بالممارسات الامنة في مختلف مواقع العمل الانتاجية نعم ذلك ما ترتب عليه حدوث انخفاض في الاصابات المهنية الجسيمة في بيئة العمل بين صفوف العاملين في منشآت القطاع الخاص على وجه التحديد بعدما اجتهدت وزارة العمل في اعداد النتائج الفصلية السنوية لمؤشرات السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص توصلت الى حقائق ايجابية ومعطيات اشارت الى انخفاض الاصابات والحوادث المهنية في بيئة العمل خلال النصف الاول من العام الجاري النتائج خلصت الى حصول مائة وواحد وعشرين حادثا عماليا فقط وقعت في حدود النصف الاول من هذا العام تقرير النصف السنوي لمؤشرات السلامة والصحة المهنية افصح عن اجمالية عدد الزيارات لمواقع العمل حتى نهاية يونيو الماضي التي وصلت الى ثلاثمائة وخمس وتسعين زيارة بزيادة عن العام الماضي الذي شهد حدوث ثلاثمائة واثنتين وثلاثين زيارة حيث تأتي هذه الزيادة في عدد الزيارات في ظل اهتمام وزارة العمل المستمر بالاجراءات الوقائية التي تتخذها المنشآت للحد من مخاطر بيئة العمل لتقوم الوزارة في هذا الصدد بتوجيه مائة وثلاثة عشر تنبيها للمنشآت لازالة المخالفات تفاديا لوقوع حوالث في العمل وفي هذا الصدد احصت وزارة العمل عدد اصابات العمل في ذات الفترة بست واربعين اصابة بينما تلقت الوزارة اثني عشر بلاغا تتعلق بشكاوى خاصة باشتراطات السلامة والصحة في مواقع العمل وبناء على ما سبق فان جهود مملكة البحرين في تعزيز الحماية للعمال قد ساهمت في النهوض بالممارسات الامنة في مختلف مواقع العمل الانتاجية بالقطاع الخاص عبر سلسلة من التشريعات والقوانين الوطنية المتطورة في مجال حماية العمال من جميع انواع الحوادث والاصابات والامراض المهنية الامر الذي ادى الى انقفاض ملحوظ في الاصابات المهنية الجسيمة بالمقارنة مع الاعوام الثلاثة الماضية فوزارة العمل وعبر دورها الحكومي المسؤول عن صحة وسلامة العاملين في القطاع الاهلي تقوم بمراجعة دورية لتقييم المخاطر المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية والتحقق من التزام المنشآت بالمعايير في مواقع العمل وذلك من شأنه ان يقود نحو الارتقاء بجودة بيئة العمل وجعلها اكثر تحفيزا بما يحقق المنفعة المتبادلة لطرفي الانتاج وبما يعزز من قدرة البحرين الترافسية لتكون مركزا مهما للأعمال من خلال استقطاب الاستثمارات المولدة للوظائف الجاذبة والمحركة لنمو سوق العمل لتلفزيون البحرين محمد رشادات ترجمة نانسي قنقر